أيام صعبة عاشتها مناطق متفرقة من شمال المغرب نيران لا تبقي ولا تذر غطى دخانها مساحات من الغابات تقدر بآلاف الهكتارات حيث أججة الرياح لهيب الحرائق ليتدرر 6600 هكتار وفق السلطات المختصة مساحات كانت لتكون أكبر لو لا جهود عناصر الإطفاء ألفان من رجال الإطفاء وعناصر الجيش بالإضافة إلى خمس طائرات من نوع كنادير وثمان طائرات من نوع تيربو تراش مع الاستعانة لأول مرة بطائرات مسيرة تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات تم تعبئتهم لضمان فعالية التدخل الجوي والبري ووفق ما أفاد مسؤولون فقد أحرز تقدم في عمليات الإخماد فيما نجح رجال الإطفاء في السيطرة على حرائق مما قلص بشكل كبير من نتاق النيران في مناطق يصعب عادة الوصول إليها في شفشاون وتطوان وتازة والعرائش وبالتزامن تم إجلاء مئات المواطنين في المناطق المتدررة فيما تم الإبلاغ عن حرائق غابات جديدة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ويعيش المغرب عدد من الدول المتوسطية موجة حر غير مسبوقة بعد موسم شتاء قحت لم تروي فيه الأمطار عطش الأرض كما تشتعل في الجهات الأخرى من مضيق جبل طارق حرائق مستعرة جنوبي أوروبا بدءا بالبرتغال حتى اليونان مرورا بإسبانيا وفرنسا موسيقى